أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعاتنا اليوم الثلاثاء 17 أب القمر اليوم استقر في برج القوس هو الآن في منزلة النعائم وحكينا هي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق رح يمكث فيها القمر لغاية الساعة 8.13 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش من صباح يوم الثلاثاء لا ينتقل بعديها إلى منزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة طبعا حكينا أن القمر موجود بالقوس وبما أنه موجود بالقوس بأثر على جميع الأبراج بالفترة هاي أنه منوخذ جزئية من صفات برج القوس أو أفضل صفات من برج القوس فمنشعر بالابتهاج ومنجد الناس أكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسة الدينية كما من ميل للترحال والسفر والرياضة والمغامرة ووسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة أو الاستمتاع بهواية ما وتجربة الحظ في بعض الأمور والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع أشخاص في مكان بعيد أو أجانب بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا عندنا اليوم زاويتين فلكيات أول واحدة هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون الساعة خمسة وثمنتاشر دقيقة مساء طبعا تأثيراتها طول اليوم بتكون موجودة وبتأثر على جميع الأبراج بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين عما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية إيجابية زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون الساعة التسعة وخمسين دقيقة مساء منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء ومنتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا طبعا هاي الزاوية بما أنها زاوية التثليث والقمر في مراحل النمو ووجوده برضو بالقوس معناته الفترة هاي جيدة لأي شيء بيتعلق بالتجميل وخصوصا الشعر يعني علاج الشعر التالف أو قص الشعر أو أمور التجميل برضو هاي الفترة منتازة لهاي الأمور طبعا بما أن القمر موجود في برج القوس معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم الأربعاء 18-8 بيبدأ في تمام الساعة وحدة واثنين واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى تمام الساعة خمسة وسبعة وخمسين دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها القمر لبرج الجدي بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدب اليوم هو تسع أيام في تمام الساعة 12 و12 دقيقة ظهرا بيصير عشر أيام نسبة الإضاءة خمسة وسبعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 22-8 سعيدة بنسبة 15% القمر في القوس حتى يوم 18-8 اليوم منتحس بنسبة 40% عطارد في العذراء حتى يوم 30-8 سعيد بنسبة 10% الزهرة في الميزان حتى يوم 10-9 سعيد بنسبة 15% المريخ في العذراء حتى يوم 15-9 سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم 18-10 منتحس بنسبة 10% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة حتى يوم 20-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 21-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجذب يتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالاتصالات البعيدة أو الاتصالات والتواصل مع أجانب أو في مجال الدراسة للي بيدرسوا في الجامعات برضو اليوم مناسب للامتحانات أو لأشياء إلها علاقة بالبحوث والدراسة والمناقشة أو مناقشة مشروع معين برضو هاي الفترة مناسبة لكم لأمور السفر اللي بدهم يسافروا أو بدهم يعملوا أوراق إقامة فهاي فترة ممتازة جدا بتشعروا اليوم بقوة العاطفة وتجاوب أحباءكم معكم برضو بتستعيدوا حماستكم وبتنطلقوا في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقى إشارة أو خبر اليوم بيكون ممتاز برضو اليوم هاي اللي عندهم قضايا قضائية برضو الفترة بتكون لصالحهم أو القضية بتتجه لصالحهم أو مصلحتهم بتكون الفترة هاي دينماكية جدا فيها نوع من أنواع الحركة وبتشكل محطة للانطلاق بورشة جديدة أو عمل جديد فهاي الفترة ممتازة واليوم هذا ممتاز حاولوا أنكم تستغلوه بشكل إيجابي برج الثور القمر الآن انتقل وصار في البيت الثامن لإلكم فعشان هيك خفت الضغوط بما أنه شوي كانت الفترة صعبة الأيام الماضية وخصوصا أنه كان القمر بمراحل التقابل طاقتكم كانت ضعيفة شوي الآن يعني مشحونين بشوي الطاقة أحسن وخصوصا أنه اليوم بيعتمد تقريبا كله على الأمور المالية فاليوم ممكن تعيدوا تنظيم أموركم المالية وخصوصا المشتركة يعني الأموال اللي بكون مش كلها لكم بكون في شريك أو وسيط مثل بنك، ضريبة، تأمين، ديون، أموال شريكة فهاي فرص ممتازة لهاي الأمور اللي احنا ذكرناها حتى اللي بدي يقدم على القرض ممتازة الفرصة متاحة بتكون لمكسب مالي بس أهم شيء أنك تخففوا من النفقات وخصوصا المتصاعدة حاول أنك تحسن أدائك فاوض بمرونة استفسر عن كل المعطيات، عن كل التفاصيل حاول إيجاد حل وسط لكل الأمور حادر من المواقف المتصلبة وحاول أنك ما تكون قاسي مع أحبائك وما تهمل وجباتك اليوم ممكن تنشغل بأمور صحية بتتعلق بأحد الأحبة برج الجوزة هذا يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم ولكن المشكلة أن القمر الآن موجود مقابلكم تماماً فهو بعزز أمور الشراكة وعلاقتكم مع الشركاء شركاء العمل، شركاء العاطفة، مع الأزواج، مع الأشخاص اللي خاطبين للمصالحات، ممتازة جداً بتقدر تستغلوها على كل الأمور اللي ذكرناها ولكن طاقتك بما أنها ضعيفة ويكون سهل جداً أنه حد يستفزك أو أنك تكون سريع لإنفعال فعشان هيك بدك تتجنب الغضب والإنفعال وما تخلي أي شخص يستفزك خلال هذا اليوم حاول أنك تحمي سمعتك وما تشوهها حاول أنك تخوض كل الامتحانات بشكل دقيق جداً قبل الحصول على الجائزة يعني بدك تكون جاهز مستعد لكل الأمور اللي ممكن تطرأ خلال هذا اليوم ما تندفع، ما تتهور حاول أنك تتحامل على نفسك شوي يعني بدون ردات فعل عنيفة إذا بدك توعد حاول أنك تشوف أنت قد الوعد هذا بالفترة القادمة يعني رح توفي بهذا الوعد ولا أنه ما رح تكون عاجز أمام هذا الوعود يعني ما توعد بشيء أنت ما بتقدر تعمله برج السرطان القمر الآن تحرك من البيت الخامس واستقر في البيت السادس وهذا البيت معروف أنه إله علاقة بالعمل وإله علاقة بالصحة فعشان هيك شوي بتبلش تتراكم الأعمال اللي عندكم بتشوفوا أنه الأعمال ما بتمشي بسهولة معاكم عشان هيك حاولوا أنكم تنجزوا اللي بتقدروا عليه من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك ما تحاول أنك تحمل أكثر من عمل مع بعض ما تحاول أنك تجازف اليوم أنك أنت بتقدر تنجز كل الأعمال لأنه ممكن أنه يعني تعمل وقت إضافي زيادة أو أنه يتراكم العمل عندك أو ما تقدر تنجزه بالكامل انتبه لغذائك وانتبه لراحتك وكون واضح في أولوياتك وما تخلي أي أحد إثير إنفعالك أو غضبك حاول أنك تنظم وقتك بشكل جيد عساس أنه تعرف كيف تنجز الواجبات عندك والمسؤوليات حاول تحترم الموعيد ممكن اليوم يصير فيه نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين أحد الزملاء أو رئيسك بالعمل لنقاش موضوع معين وممكن يبادر أحد الزملاء بمساعدتك في إنجاز بعض الأعمال الموكلة لا إلك برج الأسد طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب أكثر من أحباكم وتعزيز العلاقة معاهم القمر الآن موجود في البيت الخامس يعني هذا بيت للعاطفة للحب وبما أنه في البيت الخامس والشمس موجود عندك وفيه تثليث ما بين القمر والشمس فهذا إشي بعطي طاقة عالية جدا لموليد برج الأسد ما بيتخلى الحظ عنكم لا عاطفيا ولا ماليا بترتفع عندكم المعنويات بشكل كبير بتكون الأجواء أكثر مرونة سهلة سهل جدا أنك تحقق أي غاية خلال هذا اليوم أو أي هدف أنت بدك تعمله أو تنجزه اليوم بتشوفه أسهل بكثير ممكن تحقق اليوم إنجاز مهم ممكن تنتعش عندك العواطف بشكل أكبر وتشتد الروابط العاطفية ما بينك وبين الأحبة بأكثر متاني وأكثر ثقة وخصوصا الأحبة بأنواعها ممكن علاقتك مع أبنائك ممكن علاقتك مع الحبيب ممكن علاقتك مع أشخاص أنت بتعمل معهم في مجال العلاقة بالفنون يعني بكل المجالات حتى على مجالات الترفيه الفترة هاي ممتازة جدا فحاول أنك تنطلق وتغتنم الفرصة برج العذرة طبعا القمر الآن استقر في البيت الرابع وحكينا أكثر من مرة أن البيت الرابع يعني بيت العائلة بيت البيت، بيت الأسرة، بيت العقارات اليوم بوسعك وإدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ممكن اليوم تجدوا تعاون من أحد أفراد العائلة في مسألة معينة صحيح أن الجو لأنه زاوية التربيع بتكون مع برجك وجود القمر بتعمل نوع من أنواع الضغوط والمتاعب ممكن أعطال منزلية ممكن حدث عائلي معين تهتم فيه هاي فترة يعني بتشوبها بعض التوترات على الصعيد الشخصي أو على الصعيد العائلي حاول أنك تحاذر الخلافات والمشاعر السلبية فقط في هاي الفترة لأنه ممكن تعكسك الظروف وتسبب لك نوع من أنواع الإرباك أنت حاول أنك تدخرها بالعلاقات الاجتماعية اللقاءات، الاتصالات، التواصل مع الأقارب تعديل أمور لها علاقة بالبيت، تغيير ديكور مثلا بعض المشتريات اللي مش الشغلات اللي بيكون لها ماء الهداعي، لا الأشياء اللي الهداعي، يعني تصليحات وتزبيطات ممكن بعض الأعطال تظهر، فبدك تكون حذر من هاي النقاط برج الميزان بتنشطوا اليوم في أمور لها علاقة بالتنقلات والاتصالات خصوصا القصيرة، الأجواء جيدة وممتازة وداعمة لإلكم بشكل كبير فعشان هيك اليوم سرعة البديهة عندكم عالية جدا وقدرة الإقناع عندكم عالية جدا اليوم رح تنشطوا بتحركات في منكوا رح يخرج في نزهة أو رحلة أو تغيير جو سياحي مثلا أو يحب أنه هيك ينطلق في نوع من أنواع الترفيه فالأجواء ممتازة جدا، هذا يوم مناسب لإجتياز امتحان وبرضو ممتاز لتعزيز العلاقة ما بينك وبين أخ أو جار بناسبك فيها تكثيف التحركات ممكن تعبر عن آراءك بحرية وجراءة تامة بتنقذك اليوم سرعة البديهة من المواقف المحرجة يعني بمعنى آخر على كل الأصعدة اللي ذكرناها ممتازة في منكم ممكن يهتم بأمور العلاقة بالسيارات، بالهواتف، بالأجهزة الإلكترونية اللي بيشتغلوا في مجال التسويق برضو اليوم بيبدعوا بعملية الترويج لسلعة معينة أو طرح فكرة معينة بتتلاقى مع هيك نوع من أنواع الصدى أو الإيجابية عند المستمع أو المتلقي يعني الفترة هاي برضو ممتازة ومن الفترات المميزة خلال هذا الشهر فحاولوا برضو أنكم تستغلوها برج العقرب اليوم الأجواء كلها بتركز على الأمور المالية يعني أن القمر صار موجود في بيت المال في بيتك يعني البيت الثاني لا إلك فعشان هيك بتعطيك نوع من أنواع الفرص لمكاسب مالية ولكن أغلبها يعني أغلب الأشخاص بتجيهم من عمل إضافي أو مستردات، هبات، هدايا، ديون إلهم بستردوها ولكن رغم كل هاي الإيجابية المالية بتكون عندك نوع من أنواع الحذر من النفقات المالية لأنه بالفترة هاي بتزيد نفقات أو فواتير أو نوع من أنواع المصاريف لزيادة ام تنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن اليوم بعضك يخطط لمرحلة جديدة أو تحديد أولويات أو ميزانية مالية أو تنقلات مثلا تكون عنده للاهتمام بشيء له علاقة بالوضع المالي ممكن بعضك يتلقى هذية أو يقدم على استثمار معين فهاي فترة برضو ممتازة جدا في منكم ممكن يصير عنده بعض المصاريف المنزلية الطارئة تكون استشفائية أو تكون لبعض الأمور اللي إلها علاقة بتصليحات أو يعني هدايا اللي هي المجاملات هاي زيارات عائلية أو مباركات أو أشياء من هذا القبيل برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط اليوم أكثر من الأيام الماضية وبتعوض الأيام الماضية لأن القمر الآن استقر عندكم بلش يعطيه بإضاءته على جميع موليد برج القوس فعشان هيك بتلاقون اليوم النشاط غير حيويتهم غير حتى لدرجة أنه الجنس الآخر أنت بتلفت نظر يعني بصير ملفتين للنظر للمغازلة للمعاكسة هيك فيه نوع من أنواع الطاقة أو الحيوية أكثر من الطبيعية فبتجدوا فيه انجذاب للجنس الآخر أكثر بادروا اليوم برضو لخطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية يعني بتقدر تستغل العلاقات الاجتماعية بشكل جيد بتطالعك هاي الفترة أو ممكن يصلك خبر بيكون بمثابة إشارة أو انطلاق جديد بالنسبة لإلك هاي فترة ناشطة وحماسية ممكن تطلقى من خلالها جواب على شيء كنت بتنتظره من زمان أو تنطلق بمشروع ما كنت انتم عجله أو ما كانتش الفرصة مؤاتي لإلو أو كان يتأجل في الفترة الماضية فالفترة هاي بتجيك الإشارات للتحرك فيه أكثر أو الموافقة عليه برج الجديد طبعا القمر موجود في بيت المتاعب وبما أنه في بيت المتاعب بدكوا تنتبهوا يعني بشكل جيد لصحتكم حاولوا أنكم ما تبلغوا في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم بدكوا تنتبهوا لغذائكم حاول أنك تستريح ما تعرض نفسك للمسؤوليات خصوصا الأشياء المهمة والكبيرة يعني بدك تدرسها وتراجعها تدقق في تفاصيلها لأنه الفترة هاي فيها نوع من أنواع صعوبة وفارغة من الحضود فحاول أنك تخفف وطيرة عملك ما تحسم الأمور ما تنجرف وراء أفكارك السودة الهواجس الوسواس الأفكار كلها هاي لأنه بالفترة هاي بتكثر هاي الأمور بشكل كبير على أي شخص بيكون القمر موجود عنده في بيت متاعبه فعينتوا الآن في أضعف أضعف الفترات خلال هذا الشهر طبعا اليوم هو بكرة القمر رح ينتقل عندك فعشان هيك حاول أنك تخلي الأمور روتينية إلى أشياء المهمة وضرورية بس اللي إنجزها إذا كنت مجبر على أنك توقع على أوراق أو تحسم أمر اليوم بدك تدقق فيه بشكل كبير مش بنقول لك أجل يعني فيه أشخاص مثلا بتكون الشغلة مش قابلة للتأجيل حاول أنك أنت سريعا هيك تستشير أهل الإختصاص قبل ما تتخذ القرار وفكر فيه بشكل جيد بعدين تتخذ القرار فيه ولكن مش ارتجاليا يعني بدك تكون دقيق برج الدلو طبعا القمر بما أنه فيه بيت حليف للكم في القوس ووسعكم تعزيز صداقاتكم اليوم العلاقات الإجتماعية أو علاقات الصداقة هي أكثر شيء رح يظهر على الساحة فعشان هيك منكم ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة أو حدث سعيد حاول أنك ما تبقى وحيد حاول أنك تسارع للمشاركة بكثير من الأشياء اللي بيكون فيه لك فائدة فيها أنت بحاجة بالفترة هاي للنصيحة أكثر من أنك تكون ارتجالي في الأمور انتظارك اليوم لقاء أو موعد بيكون ناجح ومميز أهم إشي أنك ما تهم الواجباتك كون منظم كون دقيق استغل معارفك استغل صداقاتك اليوم الأجواء إيجابية في منكم ممكن يتوجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو فرحة معينة أو حتى أنه فجأة يجي اتصال من صديق قديم زمان إلو ما ما تواصل معاه فجأة يا يشوفه يا يصير فيه تواصل بينكم وهذا التواصل رح يكون فيه خير أو فيه إيجابية أكثر برج الحوت طبعا اليوم مناسب للي بيبحث عن عمل مناسب للي بدي يقدم لعمل جديد أو بدي يقدم سي في مثلا لتوظيف معين واللي بيعملوا بينجحوا اليوم بيتدفع بمصالحهم وعلاقاتهم مع رؤساهم بالعمل أو زملائهم بالعمل الأهم شيء أنك اليوم تحافظ على إنجازاتك القائمة يعني إذا فيه أعمال معينة أنت بتتممها استمر فيها كملها إذا عندك دوام ما تتغيب حاول أنك تداوم خلي علاقاتك جيدة إنجز أعمالك حاول أنك تغار على مصالحك أكثر تعتبر هاي الفترة زي ما حكينا بالأمس هي يا بتكون أسوأ يا أنجح أيام الشهر لأنه هذا يعتبر بيت السمعة بالنسبة لإلك تأثيرات القمر دائما في هذا البيت بتكون تقيلة على الأعصاب والمعنويات أهم شيء أنك ما تتدمر على مسامع أحد حاول أنك تصبر حاول أنك ما تخالف القوانين ما تجازف ما تغامر يعني بدك تحافظ على سمعتك أي شيء بشوه سمعتك حاول أنك تبعد عنه تماما خلال هذا اليوم خلي زي ما حكينا علاقاتك مع رؤسائك بالعمل الممتازة لأنه ممكن إذا اليوم تممت النصائح اللي أنا حكيتها ممكن تكافأ على شيء أو تكرم على شيء أو يعني يجيك شيء ما كنت تتوقعه هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر